بغض النظر عن النظام أو الجهاز اللي عمالك تستخدمه سواء كان لينوكس، ويندوز، ماك، آيفون، أندرويد فحزمة أونلي أوفيس رح تكون متواجدة معك بشكل دائم وهلأ وبعد صدور النسخة 8.0 صار الوقت اللي نحكي عنها ومثل ما قلت بنهاية عام 2023 إنه سنة 2024 رح تكون سنة ويلاند على لينوكس فكمان هلأ ببداية 2024 رح أقول إنه هالسنة رح تكون سنة الانتقال لاستخدام أونلي أوفيس بدلاً من ليبري أوفيس النسخة 8.0 من أونلي أوفيس جلبت معها الميزة اللي نحنا كمستخدمين عرب بقالنا ما يقارب 8 سنين عم ننتظرها وهي دعم الكتابة باللغة العربية والكتابة من اليمين لليسار أو ما يدعى الـ RTL Support بداية للناس اللي ما بتعرف أو ما سبق وسمعت بأونلي أوفيس فهي عبارة عن حزمة أوفيس مجانية ومفتوحة المصدر وموجهة بشكل أساسي للعمل التشاركي أو التعاوني أو الـ Collaborative Editing وبتقدم توافقية ممتازة مع اللاحقات أو الملفات اللي بتم إنشاها باستخدام حزمة مايكروسوفت أوفيس بمعنى إنه أي ملف سواء كان بصيقة DocX, XLS, XPPTX اللي بتوصلك من زملائك بالشغل أو من دكتور الجامعة رح تكون قادر إنك تفتحها وتعدل عليها بشكل مباشر وتقريبا بدون خسارة أي تنسيق أو فورمات للنص الأصلي ووقت قلت إنه البرنامج موجه بشكل أساسي للعمل التشاركي فهذا الكلام لا يعني أبدا إنه ليس بالإمكان استخدامه بشكل فردي وهذا بفضل إنه البرنامج بقدم نسخة سطح المكتب اللي بتم تثبيتها بالشكل التقليدي كأي برنامج تاني لكل الأنظمة الشهيرة ونسخ للهواتف الزكية كمان متوافرة للـ iOS وأندرويد بس أكيد نسخ الهواتف الزكية رح تكون إمكانياتها أقل من إمكانيات نسخة سطح المكتب أما عند الرغبة باستخدامه كبيئة تشاركية فالبرنامج بتم الوصول إليه باستخدام المتصفح وهذا الشي عن طريق تثبيت نسخة السيرفر وربطها مع منصة العمل التشاركي المتواجدية بشركتك أو مكتبك أو بيتك فبحالتي أنا فأنا بيستخدم نسخة السيرفر عندي بالبيت اللي قمت بربطها بـ Next Cloud وبالشركة اللي بيشتغل فيها فكمان بنستخدم نسخة السيرفر اللي تم ربطها بمنصة الفريسكو نسخة السيرفر بيتوفر منها إصدارين مختلفين فللاستخدام الشخصي أو للاستخدام المنزلي بتتوفر نسخة الكميونيتي اللي هي مجانية بالكامل وبتستخدم رخصة مفتوحة المصدر ألا وهي رخصة AGPL أما بالنسبة للشركات اللي فيها عدد المستخدمين أو الموظفين بتجاوز العشر مستخدمين فبتتوفر نسخة الانتربرايز اللي على خلاف نسخة الكميونيتي فهي بتستخدم رخصة محتكرة وبتقدم الدعم الفني المباشر بس هذا الكلام لا يعني أنه البرنامج غير مفتوح المصدر لأن المصدر موجود على GitHub وبإمكان أي شخص الاطلاع عليه وواجهت المستخدم لنسخة السيرفر من المتصفح مطابئة تماماً لنسخة سطح المكتب طيب وبعد كل هالكلام فكيف فيني سبت OnlyOffice وابتدي استخدمه كمستخدم عادي في حال كنت مستخدم Windows أو Mac فبيكفي أني روح لموقع البرنامج OnlyOffice.com وروح لقسم Desktop Editors ومنه رح نسل ملف التثبيت وسبت البرنامج بالطريقة التقليدية أما في حال كنت مستخدم Linux فأفضل طريقة لتثبيت البرنامج هي استخدام Flat Pack بس كمان إذا بدك تستخدم App Image فالبرنامج متوافر بصيغة App Image أنا بفضل Flat Pack بس لحتى أنك تحصل على التحديثات أول بأول وما تضطر أنك تنزل النسخة كل مرة بيتم أطلاق نسخة جديدة من البرنامج طيب ولو كنت حابب أنك تثبت نسخة السيرفر وتربطها مع Next Cloud فترك لي بقسم التعليقات تعليقك ولا تنسى تضغط زر اللايك والاشتراك بالقناة لأعرف أنك مهتم بموضوع السيرفرات لحتى غطي الموضوع لو كانت التعليقات كافية طيب المرة الأولى اللي رح تفتح فيها نسخة سطح المكتب رح تلاحظ بالداشبورد نوع الملفات اللي ممكن التعامل معها باستخدام Only Office واللي هي الملفات النصية الجداول الحسابية العروض التقديمية والاستمارات بالإضافة للقوالب الجاهزة والملفات المفتوحة مؤخراً وفتح ملف إما من وحدة التخزين الداخلية أو من السحابة ووقت تفتح ملف جديد فرح تلاحظ أنه الملف بتم فتحه بتبويب خاص فيه ومباشرة رح تشوف التشابه الكبير بين واجهة Only Office وواجهة Microsoft Office أو على الأقل الإصدارات الأديمة من حزمة Office هلأ طبعاً كون الواجهة مشابهة لواجهة Microsoft فموضوع تفضيلها أو لا هذا راجع لكل مستخدم بس أكيد الشيء اللي كل المستخدمين بيتفقوا عليه هو موضوع وبهذا المجال فOnly Office ما رح يخيب ظن المستخدم سواء البسيط اللي بين كل فترة والتانية يادوب يكتب صفحة أو نصف صفحة أو المستخدم الهارد كور اللي شغله الأساسي قائم على الكتابة وهو منكون وصلنا لزبدة فيديو اليوم ألا وهي دعم اللغة العربية فببداية الفيديو ما ذكرت أنه الإصدار الحالي 8.0 بيقدم مجرد دعم مبدئي وبدي أكد أنه الدعم ما زال مبدئي للغة العربية بمعنى أنه على خلاف الإصدارات الأقدم من Only Office اللي كانت تظهر فيها الأحرف العربية بشكل متقطع أو كانت تظهر بشكل مية بالمية من اليسار لليمين فبالإصدار الأخير 8.0 صار بالإمكان عرض وكتابة الكلمات العربية بشكلها الصحيح وهذا بحد ذاته يعتبر إنجاز عظيم وخطوة كبيرة لقدام إذا ما أخذنا بالحسبان تعقيد الكتابة العربية ودمج الأحرف مع بعضها بالاعتماد على موضعها بالكلمة بس لهون بينتهي الشيء الإيجابي أو شهر العسل لأن الإصدار الحالي بيفتقد لميزة بغاية الأهمية ألا وهي تغيير اتجاه النص بمعنى إنه الكلمات رح تظهر بشكل صح بس النص ما زال بيمشي من اليسار لليمين وهذا الشيء بيتسبب بمشكلة كبيرة ألا وهي محاذاة النص وخاصة فيما يتعلق بعلامات الترقيم اللي بتجي بنهاية السطر أو الجملة اللي رح تطلع على يمين الشاشة بدل ما تطلع على يسار فلو شفنا على سبيل المثال هل مقطع الروعة من الرواية العالمية كثيب أو دون واللي بنصح كالعاشق للقراءة إنه يقراها لو بعد ما أراها ولعشاء السينما إنه شوفوا الفيلم اللي بيحمل نفس الاسم فرح شوف إنه الافتقار لميزة التغيير اتجاه النص بيفقد لزة الاستمتاع بالنص العبقري على خلاف لو فتحتها بحزمة كولابورا اللي بتدعم الكتابة من اليمين لليسار من بداياتها بس بنفس الوقت لو فتحت نفس النص بالإصدار الأديم سبعة من Only Office رح شوف إنه حتى قراءة ما رح كون قادر إني إقراها وعند الكتابة المختلطة بين اللغات الأجنبية واللغة العربية فكمان موضوع المحازات رح يسبب ارتباك كبير بحيث إنه الاتجاه الإجمالي للنص رح يكون من اليسار لليمين بمعنى إنه الكلمة الأجنبية رح تجي بمكانها بنص السطر وأنت رح تضطر إنك تقرأ قسم من اليمين لليسار توصل لنهاية السطر أو على اليسار تروح للكلمة الأجنبية بعدين تروح ليمين الشاشة وتقرأ من اليمين لليسار هاد الشي بيصير معي بشكل دائم وقت اللي بحط عناوين فيديوهات اليوتيوب وبتحتوي على كلمات عربية وأجنبية فبتلاقي إنه الكلمة الأجنبية مكانها بنص السطر ولازم إنك تقرأ يمين يسار نص يمين يسار بس مثل ما حكيت إنه هاد الكلام رح يتم حله بالإصدارات القادمة فالفريق المطور على علم ودراية بهي المشكلة وأكيد رح يقوموا بحلها بأسرع وقت ممكن ومن المشاكل الثانية اللي كمان هنن على اطلاع عليها مشكلة بعض الأحرف مثل حرف اللام والألف عن دمجهم مع بعض يعني اللي يشكلوا كلمة لام أو الأحرف مثلا على سبيل المثال فرح شوف إنه هالدمج بين هالحرفين رح يطلع بشكل مخالف للشكل اللي رح تشوفه بمحريرات النصوص التانية وطبعا هاد الكلام بيعتمد بشكل كبير على نوع الخط اللي عمالك تستخدمه بس المشكلة موجودة والمشكلة التانية اللي ممكن إنها ما تكون مشكلة لأغلب المستخدمين هي الأرقام الهندية أو الأرقام اللي سكان الشرق من الوطن العربي بعدهم بيستخدموها بدل الأرقام العربية الأصلية اللي تم اعتمادها بشكل رسمي بعدد كبير من الدول العربية بس كمان رح يتم إضافة ميزة دعم الأرقام الهندية هلا خلينا نترك موضوع اللغة العربية ونحكي شوي عن باقي الميزات الموجودة بـ Only Office فقبل ما انتقل للجداول الحسابية أو العروض التقديمية رح نبقى بمحرر النصوص اللي مثله مثل أي محرر نصوص عصري بيسمح بإمكانية إضافة الجداول المخططات البيانية الصور تنسيق النصوص تعديل الخطوط اختيار حجم الصفحة المناسب إضافة التعليقات إضافة الترويسات إضافة التزييل المعادلات والرموز وجدول المحتويات قائمة الصور قائمة الجداول الأشكال والأشكال الزكية ومربعات النصوص تعقب التغيرات وحماية المستندات بكلمة سر فباختصار فهو محرر نصوص متكامل للاستخدام الكاجول والاحترافي بالانتقال للأنواع التانية من الملفات رح نشوف أنه أكتر برنامج مستخدم من حزبة مايكروسوفت أوفيس بعد الورد هو الإكسل وهون أكيد ما رح قارن نفسي بشخصيات مثل ليلى قراني لسمي نفسي محترف إكسل وقل لك عن كل شي ممكن أنه الإكسل يقوم فيه والأونلي أوفيس ما بيلبيه بس كل الأشياء اللي بيستخدمها بشكل يومي على إكسل لقيتها موجودة هون بما في ذلك الدوال المخططات البيانية الجداول الديناميكية أو البيفت تيبل إنشاء صفحات متعددة الرابط فيما بينها إنشاء متحولات وإنشاء الجداول واللي هي الميزة اللي لحد الآن ليبري أوفيس ما قامت بإضافتها لسبب ما لقيت أي جواب أو تبرير إلو وهي ميزة ضرورية ومهمة جدا عند استخدام الجداول الحسابية وأونلي أوفيس بيدعمها وإمكانية تنسيق الجداول إضافة الحدود بأنماط وإشكال مختلفة ودمج الخلايا وإخفاء خطوط الشبكة يمكن الشي الوحيد المفقود بأونلي أوفيس هو إنشاء الماكروس باستخدام فيجول بايزيك أو فيجول بايزيك فور أبليكيشنز بس هذا الكلام ليس معناه إنه ليس بالإمكان إنشاء ماكروس على أونلي أوفيس وإنما رح تكون مكتوبة بلغة مختلفة وهذا بيجعلها غير متوافقة مع ماكروس إكسل بس إذا كنت من الناس اللي ما بتستخدم الماكروس فما رح تكون مهتم بهالميزة بالمقام الأول وأما فيما يخص العروض التقديمية فالتجربة مشابهة تماماً لاستخدام برنامج الباور بوينت فهون كمان رح تكون قادر إنك تضيف شرائح جديدة إضافة حركات الانتقال بين شريحة وشريحة إضافة الانيميشن إضافة مربعات النصوص إضافة الأشكال والصور والجداول والمخططات البيانية اختيار ثيم الألوان أو القالب الجاهز من العدد الكبير من القوالب الجاهزة اللي بتشي مسبتة وبشكل مسبق مع الحزمة أو إنشاء الآلب الخاص فيك وحفظه لاستخدامه بالمستقبل وكل الميزات اللي سبق وحكينا عنها بمحرر النصوص كمان بتنطبع على الجداول الحسابية والعروض التقديمية بما فيها حماية الملفات بكلمة سر والعمل التشاركي والميزة اللي ما حكيت عنها ألا وهي إضافة الإضافات أو البلاكينز واللي بيستخدم أنا شخصيا وبشكل مستمر منها اللي درو دوت آي أو اللي بتوقع إنه كل طلاب المعلوماتية وهندسة الحواسيب رح يكونوا إما سمعوا فيها أو بيستخدموها لإنشاء الفلو تشارت وإضافة اللانجوج تولز للتصحيح التلقائي وإضافة تشات جي بي تي وإضافة زوتيرو لإدارة المراجع وإضافتها بشكل أوتوماتيكي اللي هي عبارة عن إضافة بغاية بغاية الروعة لازم إحكي عنها بشكل مفصل أو إحكي عن الزوتيرو بحد ذاته بشكل مفصل لأن ما بتعرف مقدار التسهيل أو تسهيل الحياة اللي بتقدم لك يا هالميزة بتوقع إنه الناس اللي بتستخدم اللاتيك يعني بتعرف كيف إنها تقوم بإنشاء مراجع أو ريفرنسيز أو بيبيليوغرافي بشكل أوتوماتيكي باللاتيك فالزوتيرو بيقدن نفس هالميزة لمحررات النصوص التانية مثل الـ Only Office Libre Office أو Microsoft Office فبإمكانك تستخدم الزوتيرو مع أي واحد منهن وكل هالكلام بشكل مجاني بالكامل وراحة البال إنه معلوماتك وبياناتك آمنة بفضل كون البرنامج مفتوح المصدر وعند استخدام الخدمات السحابية فبالإمكان تشفير البيانات end to end وبأمان الله